اوزاك الشباب الاخبار عاملين ايه؟ انا اجا ايكلمكم في الفيديو ده عن حوار يعني لذيذ جدا وهو الجامعة في اول اسبوع او اول شهر لان اول اسبوع خلاص يعني اعتبر خلص اول شهر في الجامعة احنا بنعمل ايه؟ والحاجات اللي نعملهاش والحاجات اللي عادة بنشوفها واكاديميا يعني في طرق وفي سكك فانا اكده اتكلم معك او ادردش معكو شوية في الفيديو ده عن الحوارات دي ومش اتطول عليكم يعني الفيديو هيبه خفيف لطيف الظريف كده عشان برضو الناس الجديدة لما تعرفنيش تعرفني والناس يعني كده يعني هنزبط الدنيا يعني هنقولكو حاجات كده فيابدا نخش في الفيديو اول حاجة طبعا لما تجي تخش الجامعة يعني جتارك وتخش على طول انا طبعا من الاسب ما لقيتش الجتار عندي فانا اجبتلكو الفيلم بتاعتي ويعني اتمنى محدش يعمل كده يعني محدش يخش الجامعة يا جماعة ويخش بالجتار بتعرفش الكلام ده الكلام ده كان يعني مع مع الفانز بتاعتي امر حسني وتليفوني تران 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 انا عارف ان في ناس في الكمانز هتبهدلني عشان يعني في فانز كتير هربتريني عشان تهم الحسني بس يعني ما أعلن هتش عمل كده جماعة هتش خش الجامعة بالجتار بتاع قوي الهجس ده ما أعلنه انت اه فاول اسبوع واول اه شهر هتلاقي الدنيا بيس هتلاقي الدكات تربيس هتلاقي اه ما فيش اي مشاكل في l-ا في الكورسات هتلاقي الدنيا خفيفة خالص حتى في الاول يعني. بس ده ما يمنعش. ما يمنعش طبعا ان الجامعة هتقل يعني بعدين. يعني مدرسة اللي بتقول انت في اول اسبوع وفي اول شهر ده ما تروحش خالص والكلام ده. هو اه يعني مش هتلاقي فيه اكاديمي كونتنت اللي هو هتفوت حاجة هتخليك انت مش عارفها مسلا غالبا هتكون عارف كل حاجات الموجودة في اول شهر ده. بس بس بس. في حاجة مش هتكون عارفها وهي ايه. وهي انك مين الدكتور السالك اللي انت ممكن اصلا ما تحضر لهش طب اه في معيد مسلا هيرخم عليك هتقرى هتقرى الدنيا هتشوف السالكان فين وهتعرف تزبط حلاك ازاي. وهتعرف ايه المواد اللي انت محتاجك تركز اول هي صديق. يعني دنيا توضح لك فول فترة دي اول شهر ده. في يعني احضر مرة احضرتين ما تطولش يعني بس احضر يعني حاول تحضر ايه. في حاجة تانية بقى يعني انا عايز كل الناس بلا استثناء لو انت لسه دخل بدايتك في الجامعة عايزك تعملها وهي انك تدوس في ايه بتنجان. عشان تعمل ا عشان تتعرف على الناس. اه تكون علاقات تكون صدقات. كلام ده كله. دوس ايبتين هذا وهو ايه. ممكن مسلا تخش قلاب من الكلاب ستاعتهم الدجامعة. هتلاقيي ما انت داخل الجامعة كده هتلاقي باpreadاها علاقاتهم الناس الوقت حال اه خش القلاب شباب دخلت في بروجيكت معهم في الجامعة وهكذا يعني فخش في ايب تنجان تنجان ممكن يكون مثلا كتروح تلعب كورة يا سيد يلعب فولي يلعب اي رياضة موضة في الجامعة او يا سيد روح الجيم يعني فيه جماعات مشابفة جيمة بس ستيل روح شوف لو فيه جيم في الجامعة وروح الجيم لو في حد في الجامعة تينيل بيتفرج على الفيديو ده وشافني في الجيم يا جماعة تعالوا قولوا هاي تفرق يعني دخلنا نسلم على بعض نتصور والكلام ده عالي يعني ايش طبيس فاضلي ترمي في الجامعة وواخل عياني فحاولوا لو فيه حد ما علينا بس فحاول تخلي الجامعة خفيفة لطيفة زريفة بتروح تتبسط يعني يا سيلي قبل ما يجي ستين سبعين بتنجان باندمك او كورونا واي حاجة تنية تخلينا تقعدنا في البيت تاني بالمناسبة لو فيه حد من السنة اللي قبلها بتفرج على الفيديو انا باعتباركو يا جماعة انتوا لسه دخلين الجامعة اول سنة يعني كان دخلت في الكورونا ومش عارف ما كانش فيه لسه ما فكانش فيه مكانش في جامعة كان في حاجة اونلاين كده اكيد تعرفت على بعض اونلاين وكل حاجة في الكورسات وكلام ده ولكن ما شفتوش بعد ما عادتوش مع بعض ما كانش فيه فحاول تعمل الكلام ده في السنة دي وزبط دينيتك وشوف الشباب يخرج معهم وزبط حالك وعودوا مع بعض في الجامعة تكلموا في اي حاجة معلاش حالك بالجامعة وخلوا الموضوع كده ايه يكون لزيز عشان صحتك النفسية الكلام ده كل اه لو في حد بقى بيتفرج على الفيديو ده هو كبير يعني يعني سنة تالتة بقى الشباب الكبار يعني حاولوا يعني ايدنا في ايد بعض كده واللي هو اين ساعد نخلي الفترة الاولى للشباب اللي هما دخلين الجامعة خفيفة ولطيفة انا عارف ان بيبقى فيه اه تحفيل وزيتها وحاجات كتير كده على الشباب اللي هما الناس اللي هما دخلين الجامعة من الناس القدام اللي هو احنا قدام بقى وكده ولازم نفرض نفسنا وهيصة والكلام ده بس بلاش يعني هو لازمتها ايه يعني حاول كده اللي هو انت واحد كبير وعارف الدنيا وعارف السيستم وعارف النظام وتعرف تساعد حد في الجامعة خلاص يا عم روح ساعده اقول له اه اه اتعرف عليه خلاص مش لازم تساعده ولا تعمله حاجة اتعرف عليه سيديه خلاص بس اه ما علينا مش هيحصل الكلام ده بس اعتمنى يحصل ولكن اه بس فانا كنت احاب الفيديو اصلا نكون خفيف زريف كده عشان برضو محسسش محسسش يعني ان الموضوع اوفر لا بالعكس الجامعة المفروض تبقى في البداية حلوة ولطيفة اه هيكون الكلام بتاع الجامعة خفيف وزريف وحاول بقدر امكانك ما توقعش خالص ما يكونش فيه دروب كده يحصل لك من الجامعة عشان برضو تعرف انت في لان خلي بالك كمان مثلا شهرين او شهر ونصر تلاقي في ميت ترمي كده وفي حوارات ويعني والدنيا بادي سريع والكلام ده وفيه بروجيكت عايز تعمله وفيه هيصاب فما تدروبش اوي ولكن اتبسط برضو في الاول عشان في الاول الدنيا بتبقى خفيفة وبعد ان بتصعب بتصعب وبس كده اما بقى فيه سيدي حاجة انا كنت عايز اقولها لكو وهي فكرة انك اكاديميا بقى انت تزبط الجامعة زي فيه سيدي يعني حاجات او طرق معينة كتيرة انك تفتئن وتزبط الجامعة فيه مثلا لو بيذاكر او البول ويحضر من خضرات ويعمل الكلام ده ودي ودعو جيس جميلة يعني طريقة جميلة بس يعني بتاخد وقت يعني هي وقت مرعبك مجدد فيه اعلى درجة ففيه شوية تريكات كوا��ا في حركات لو عايزين نعمل فيديو عنا الحاجات اللي ممكن تكون مميلة شوية دي قلو لي عامل عنا فيديو عشان يعني ما upولاش عالك الفيديو ده انا وفي حركات لو عايزين نعمل فيديو عن الحاجات اللي هي ممكن تكون مملة شوية دي قولوا لي عمل لنا فيديو عشان يعني ما طولش عليكم الفيديو ده انا عايز يبقى خفيف وبس يا سيدي انا بقى عايز رأيك وانا كنت حاسس حاسس ان انا الكرير بتاع في الفيولين كان هيبقى جامد فانا عايز رأيك وعايز تشجيع برضو يعني قولوا لي لو انا كملت في المجال ده هبقى جامد ولا لأ انا بقى لي فترة طويلة مرعبتش اصلا فيولين بس مش عارف طريبا نسيت ولازم اعمل تونيج الحاجات دي بس ما علينا يعني انا مبسوط ان انا نزلت الفيديو ده واسوفكم الفيديو بجاية ان شاء الله ويقولوا لي في الكومنس ان انا اكمل الفيولون ويعني شك تشجيع تشجيع في الكومنس يا شباب سلام